للتوسع في هذا النقاش ينضم إلينا من واشنطن الكاتب والبحث السياسي إيهاب عباس مرحبا بك أستاذ إيهاب عبرسكانيوز عربية دائما هل يمكن القول أن هذه الأزمة أزمة ثقف الديون الأمريكية قد وصلت إلى نهاياتها ويمكن الحديث عن أمل وعن سداد الديون كما يعد الرئيس بايدن نعم أهلا بحضرتك وأهلا بكل المشاهدين هذا ما يأمله طبعا الأمريكيون أن تكون هذه الأزمة وصلت إلى نهاياتها ما أعلن عنه خلال اليومين الماضيين من الاتفاق بين الطرفين الجمهوري والديمقراطي من المفترض أن يدخل حيز التنفيذ اليوم بالتصويت الذي سيتم في مجلس النواب ويعقبه بعد ذلك إذا مسارت الأمور بشكل طبيعي تصويت في مجلس الشيوخ ومن ثم اعتماد هذا التطور الجديد في صقف الدين الأمريكي لكن في نفس التوقيت هناك مخاوف من أن يمارس عدد كبير ليس بالقليل من أعضاء الحزبين الجمهوري والديمقراطي سواء من الجمهورين المحافظين أو من الديمقراطيين التقدميين مهمة تعطيل الوصول إلى تصويت إيجابي بشأن رفع صقف الدين إلى 31 مليار و400 مليون دولار هناك مخاوف في أن يكون هناك لهؤلاء العدد ليس بالقليل الشكل ولو بآخر مؤثر على مسألة التصويت ولكن ما يأمله أهذرني على المقاطعة سيد إيهاب بس من أجل تقريب الصورة للمشاهدين لماذا قد يلجأ هؤلاء من الطرفين لعرقلة تمرير هذا المشروع ليصبح قانونا؟ نعم بالنسبة للجمهوريين هم يعتقدون وهم اليمين المحافظ جدا أو المتطرف داخل الحزب الجمهوري يعتقدون أن كيفين مكارثي لم يفي بوعوده التي من أجلها وافقوا على انتخابه رئيسا لمجلس النواب تتذكري حضرتك في انتخابات التجديد النصفي الماضية في شهر نوفمبر الماضي كان هناك مطالب لهؤلاء كان من بينها تقليل الانفاق الحكومي وعودة الأموال التي خصصت لمكافحة كوفيد وبعض المطالب الأخرى وعدم الامتثال لكل الطلبات التي يقدمها الديمقراطيون هذا ما خلفه اليوم كيفين مكارثي لذلك هناك عدد لبأس به من الجمهوريين سواء كانوا محافظين أو معتدلين يعترضون على موقف مكارثي بالموافقة على تقديم تنازلات في هذا الإطار أما بالنسبة للديمقراطيين فهم يعتقدون أيضا أن جو بايدن والمفاوضين الديمقراطيين قدموا تنازلات من شأنها أن تؤثر على حياة الأمريكيين خاصة الذين يستفيدون بالمعونات التي تقدمها الحكومة في سورة برامج مختلفة سيد إيهاب هل تتفق مع وجهة النظر التي تقول أن هناك بعض المراقبين الذين يعتبرون أن الجمهوريين تمكنوا من فرض شروطهم على الرئيس جو بايدن في ظل هذه الأزمة أزمة سقف الديون هل تتفق مع ذلك؟ أتفق بشكل نسبي يعني ما وصلنا إليه اليوم هي معادلة صفرية في الواقع يعني لم يحقق كل منهم ما يريد ولكن التقياه عند نقطة منتصف يعني ما حدث كما يسمى بالكمبرمايزينج تنازلات من هنا ومن هنا وتم الوصول إلى الاتفاق لا نستطيع أن نقول أن الجمهورين حققوا كل ما يرغبون فيه ولا كذلك الديمقراطيين حققوا كل ما يرغبون فيه ولكن هناك نقطة ربما ستكون في غير صالح الديمقراطيين في الانتخابات القادمة وهي أن إدارة جو بايدن قدمت بعض التنازلات المتعلقة بحياة الأمريكيين بشكل مباشر في هذه الخطة التي مدتها سنتين أو رفع صقف الدين لمدة سنتين وبالتالي ربما يخسر أصوات هؤلاء خاصة الذين كانوا يتمتعون بالخدمات التي تقدمها الحكومة في مجال الرعاية الصحية والضمان الاجتماعي وتوفير الغذاء للفقراء خاصة أنهم لن يعودوا يستفيدوا بهذا الأمر بعد الاتفاق الذي سيتم بين الجانبين ربما هؤلاء أصواتهم ستذهب إلى الجمهورين أو ربما لن يصوتوا في الانتخابات القادمة من الأصل بدقيقة لو سمحت سيد إيهاب هل برأيكم هذه الفوضى التي عمت هذه الأزمة والحديث الذي طال الذي هدد أكبر اقتصادات العالم الاقتصاد الأمريكي كان هناك ربما أي جهة أو أي طرف قد يستفيد من هذه الأزمة قبل الانتخابات المقبلة الرئاسية يعني لو حضرتك تتحدث عن طرف داخلي أعتقد الطرف الداخلي ربما سيكون الجمهوريون بشكل كبير أطراف خارجية لا أعتقد سيكون لها تأثير لأن الميزانيات الأمريكية المتعلقة بالبرامج الأمريكية في الخارج ما زالت قوية وما زالت تقدم خدماتها بشكل كبير خاصة أن هناك مخاوف كانت تتعلق بتقليل المعانات التي ستقدم لأوكرانيا في حربها ضد روسيا حتى اللحظة لا يوجد أي حديث في هذا الإطار ولا يوجد حتى موقف جمهوري واضح كما كان قال مكارثي إنه لن يكون هناك شيك على بياض لأوكرانيا هذا هو الملف الخارجي ربما الذي يهم الولايات المتحدة كإدارة جو بايدن وأعتقد أنه سيسير كما ترغب إدارة جو بايدن وسيتم تقديم كل المعانات الكبيرة لأوكرانيا شكرا جزيلا لك من واشنطن الكاتب والبحث السياسي إهاب عباس